تواجد نادي آخر مع الصناعة أثر على نادي الصناعة؟ يعني شوف أنا كابتن نبيل أحتيلك صراحة حتى الناس يعني تعرف إحنا من أنت سوء يعني طلبت فيها مقابلة إحنا هو قال حديثنا مو نادي الصناعة صح صح بس عاني هاي الحرقة اللي أنت بيها لازم الناس تعرف كابتن يعني أحتيلك أمان أنا ما عندي حرقة أنا ما أحتي أنا دائما أحتي يقول إنسان صادق دائما هو يتكلم عصبية صح فأنا أتكلم صادق أنا ما عندي لا عندي والله لا عندي فد حرقة ولا فد شي أنا أديت أمانة وأديتها بشرف وخلاص والحمد لله وشكر وضعت بصمة في نادي الصناعة لا يستطيع عيش يخص منها عشر سنوات تتكيها يوضع البصمة اللي وضعها صادق حدو بظل هاي الظروف طبعا كابتن ما يكن نادي الموسم السابق نادي الصناعة بخمسة وثلاثين مليون بخمسة وثلاثين مليون أنا بقيت الفريق بنادي الصناعة وصعدت الفريق من الأولى للممتاز من ميتين وثلاثة وثلاثين مليون حسنا أنت سمعك لندي تقول لك نطي خمسين مليون وبقي لنا عنديتنا ما هي هاي مشكلة هسة لا أنا نشوف كابتن انت هساني انت خوية يعني أنا مطلعت من النادي جتني خمس عروض من الدرجة أولى ما ممكن أروح لأي نادي صح أنا أبحث عن نادي اللي أحس بي نجاح ما مستعد أجازف بهذا النجاح اللي نجحته خلت لسنوات أروح مجرد أعمل ترجع للأولى لو خلص قرارك إنه أكو ممتازة أعمل ماكو أنا باقي صادق حنون اللي محقق النجاز بالصناعة بصراحة أي فرصة أي فرصة نادي بمقاومات نجاح إذا أولى بممتاز إذا أولى بمقاومات نجاح بمال بإدارة جيدة عندها رغبة تصعد أشتغل معها حي شجاعة أي نادي البعض يقول لك أنه دربت ممتازة بعد ما أرجع للأولى لا أي نادي بالدرب ممتاز عنده مقاومات نجاح أعمل بي ما عنده مقاومات نجاح ما أعمل بي عند النجاح من أخط خطوة وأريد أن أتعاقد وي نادي لازم أشوف النادي بمقاومات نجاح تعمل وقدر أطبق الأفكار والاستراتيجية اللي أحملها في خدمة النهادي